الأنكريمانت و الدكريمانت حكنا عنهم أول ما بلشنا وهي الأنكريمانت الثري إنكريمانت أو البوست إنكريمانت تمام تمام هذا ما حكنا هم تبقى لهم يونياري أوبريتر اللي هي بتاخد سنجل أوبريتر يعني أنا ما بحكي له بس X فلس فلس فهي بتاخد فهي بتاخد variable 1 بس أو منس منس X تمام فمسميه يونياري أوبريتر إيه هم أولويات بعد الأقواص دائما إذا شفت يونياري أوبريتر بعض الأقواص هم بتنفذهم وحكينا اللي هم POSTFICT POSTFICT حكينا دائما اللي يتيجي بعد variable فأنا بأخذ قيمة ال variable بعدين بروف بزيده لبري لا أنا بزيده بأخذ قيمته بعد الزيادة تمام فهذا ناخد مثال ثاني على agreement فعنا A equal 10 وال B equal 100 وعنا C فيها 10.5 وال D فيها 100.5 فحكيت لو أنا plus plus A هلا وحكيت بطبع لي plus plus A شو هيطبع لي ال A فيها 10 شو النتيجة اللي هيطبع لي إيها هون اللي بتكون 11 بالزبط فحيزيد بعدين حيطبع لو حكيت لو minus minus B شو هيطبع لي هيعمل ديكريمنت هون ثالي حيطرح بعدين يعطيني النتيجة بطبع 100 حتى تركها 29 لو حكيت لو plus plus C نفس الشي حيجمع بعدين بعشر ونص حيجمع حتى تصير 11 ونص تمام تمام شوف هون حتى يكتب لي النص حكيت لو هون يكتب لي يطبع لي نص 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 عملي بآخر بحكيت لو بحكيت لو بحكيت لو بحكيت لو بحكي لو أنا يطبع لي ثلاث الآن أنا عم بحكي لو minus minus D فتالي نقص من D واحد وطبع لي فالمية ونص فتصير 29 ونص تمام 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 حتى طبعا كلهم بري إنكريمنت لو بزيد ليها بالأول لو زفتت لك واحدة هون بحكيتها هاي A plus plus هايش هي هيتبع لي هيتبع الأي هاي هلا هون plus plus كم زاد على الأي وطبع على النتيجة صح صارت كم 11 هايش هي بيطبع الأي بعدين بزيد عليها بذب هيطبعنا 11 بعدين بروح بزيد الأي وكم حصل الأي فيها 12 مرح 1 2 2 4 5 5 6 6 6 بالنسبة للثامنة وترية تسيئة عندك بالسليد هنا هي عم بحكي لك الـ C-Compiler automatically convert the value to the right side يعني بـ the right side high وفي الآن أستعملت option to match the value to the value to the left side يعني إذا كانت هاي انتجر بيعملها ماتشنج مع الانتجر لو كانت هاي float هاي float والنتيجة هون عندك انتجر فبيحول لك يا هذا انتجر بيطبع لك نتيجة كلها انتجر تمام تمام فدائما الـ Compiler بيطلع على اللفت تبعة الـ Assignment من الـ Assignment operator هاي فبيجي بيطلع هون هون انتجر ونفرض انت عم تعمله Assign the value float فالنتيجة اللي بيطلع لك إيها نهائيا ونخزنها بانتجر فبيعطيك إيها هذا انتجر تمام تمام هلا الـ Conditional Creator هلا نحن رح ناخد عنهم عدال شابتر كامل اللي هم الـ F statement بس هلا ناخد الطريقة اللي قبل ما يطلعوا الـ F statement زمان كيف كانوا المبرمجين يكتبوا Conditional Statement كيف انوا حتى يكتبوا شرط معين ما كانت سافئة فكانوا يستخدموا اللي هي الأول شي طلعيني Conditional Operator فكانوا يضعوا Expression 1 ويضعوا علامة الاستفهام هلا شو معناتها هاي انه اذا تحقق Expression 1 شو يروح ينفذ لي Expression 2 تمام تمام بعدين يضعوا النقطتين والـ Expression 3 هلا اذا ما تحقق معتوا هاي معناتها الـ L اذا ما تحقق رح نفذ لي Expression 3 فهي تبنشوا عليه هلا هاي بالتحقق لبعده نصير ناخد هاي ونحولها لـ F statement فعنا هاي بكون Expression هاي اول إذا تحقق هاد الـ Expression إذا ما تحقق بتكون بنفس Expression 3 فيعني لو عملت كتبت له الـ Compiler هايك ولو قررت F statement التنين بيومس ويشتغلوا فعنا فعنا الآن Expression 1 هو أول شيء يصير ويشتغل على Expression 1 إذا كان None 0 يعني إذا كان نتيجته True نتيجة True فبيروح شو بيعمل لك بنفسك من Expression 2 إذا كانت نتيجة هذه نتيجة تمام 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 فنأتي لو أخذناها عام نحكي له M equal 2 وN equal 3 سأحكي له R نقوم باية بالR بدي باية بالR يساوي قيمة يا إما M يعني بدي يحب قيمتين بنفس البرجرام عندي فالR يعني ما مرة بتاخد قيمة يعني يا إما R مرتين وأو R مرة ثلاثة بدي أحكي له زي كنا بسأله إذا M أكبر من N بيبشيك هل M أكبر من N هل 2 أكبر من ثلاثة لا فالصة وبتالي فالصة مين رح يروح رح يروح نفيد مين الثالثة صح اللي هو N فالR كم حتصير قيمتها اللي هي ال N كم ثلاثة صح ثلاثة بالضبط ثلاثة 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 протضع يبكر العديد ثلاثة الثلاثة ثلاثة ثلاثة تنفق تقديد ثلاثة مخصصية ثلاثة عدد يتعلي ثلاثة كانت ترنري فهاي هي ترنري اللي بتاخذ ثلاثة أوبريتر بتاخذ كوندشنال إكتبريشن بتشيك على هذا الكوندشنال إذا تحقق بتروح بتنفذ إكتبريشن 1 إذا ما تحقق بتروح بتنفذ إكتبريشن 2 2 بذلك يعني زي إجتبريشن مستقرتها طالب فهذا البروغرام بدنا نعمله تريسنج ونشوف شو النتيجة رح تطلع عنا هلا أنا عرفت كاركتر في فبريوري فروحت خزنت الكاركتر هاد وكتبت في فبريوري تمام تمام هلا حكيت له برينت وعرفت كمان قبل هاد عرفت الانتجر دي فعرفت عدد الأيام هلا في عنا انتجر بعد عدد الأيام من نوع انتجر حكيت له برينت أف إف دس يير سليب يير انتر وان إف ناط انتجر يعني إذا هون بدي شيك لي على أيام السنة لأنه حكينا السنة داما هو شهر 2 بيكون 28 يوم صح؟ بالسنة الكبيسة بيكون 29 تمام ماذا تسمعني؟ ماذا تسمعني؟ ماذا تسمعك؟ تمام فهلا بدي شيك لي على السبريوري بدي شيك لي على إذا عدد الأيام 29 يطبعني أن تروح وتحقق الشرط وهاي هي عدد الأيام تمام فأنا عم بحكي له طبعا طبعا لي اليوزر بدي أقرأ فسكان عف بدي أقرأ كاركتر وخزن لي بالآدرس 900 تبع فبريوري فإذا هاي عبارة عن ستشتغل هيك هلأ الدايز على الأيام بدي أحكي له الدايز إذا الدايز equal february إذا هو equal one هلأ هذا كاركتر صح؟ ايه فأنا عم بحكي له هيك الادرس تبع الكاركتر الادرس تبع الكاركتر فإذا كان الكاركتر اللي قرأهم اليوزر اللي هو one يعني ساوى الادرس هاد حقق الهاد معناته فبريوري هون بالحالي هاي 29 إذا ما ساوى المنسا ما ساوى عدد الأيام هدول معناته فبريوري يحط لي ايه 28 وأخذ الشيء بطبع عدد الأيام ما شخص فهيك انت عملت condition أعملت شرط معين وحكيت إذا تحقق هذا الشرط يشو يتبع لي إذا ما تحقق روح أتبع لي الاكتباجين الثاني فهيك خليت الـ variable days اللي هو عدد الأيام هذا الـ variable ياخد قيمته من الـ condition يوموا بحق المنسا